أين كشف المدير العام لوزارة الصناعة بشير كشلود اليوم الأحد عن تحرير 915 مشروعاً عالقاً في مختلف القطاعات وإعادة بعته كشلود وخلال تصريحه للإداءة الوطنية أعلن أن مصالحه أعلنت الحرب على البيروقراطية من خلال رقمنة جميع المصالح من خلال اكتساب نظام معلوماتي شامل وأضف أنه تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة تجمع مختلف المديرين العامين على المستوى الوطني واللجان المحلية على مستوى الولايات يترأسها الولات من أجل إيجاد حلول لها وضيفاً أنه تم تكوين 220 إطالاً مختصاً في خلايا اليقضة الاستراتيجية على مستوى المؤسسات